نحن دائما نحكي على أساس أن المسيح رفع من قيمة المرأة الإشكال الذي كان يواجهه المسيح هو التقاليد ليس الكلمة فاليهود كان عندهم تقاليد لكن العهد القديم يتكلم عن سارة زوجة إبراهيم بالإيمان يتكلم عن يوكباد أم موسى وهارون ومريم أخذت قرار خطير جدا لما أخفت موسى وهكذا تقرأ عن رعوت تقرأ عن دبورة وهكذا في نساء كثير في العهد القديم كان عندها دور ريادي وليس فلا ولما سألوا يسوع المسيح رجعهم عن البدء يعني بدء الخليقة من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا هو غرض الله مية بالمية حقيقة ذكرت يوكابد وأنا وعم حضر كنت دايما أفكر فيها هالأمرأة الرائعة يلي بهذاك الوقت أخذت قرار صائب خبت ابنها بعدين عملت خطة عملت خطة ما بيذكر الكتاب أنه زوجة تدخل بهالخطة هي كأم وكأمرأة عملت خطة رائعة كبيرة مهمة أخفت ابنها وحطت بنتها تنطر وكانت مستعدة أن تضحي بكل شي وتروحي تكون مرد على ابنها فينا نقبل على حالنا كأميات وكستات نعمل كلها وكانت امرأة حكيمة كان عندها قرارات حازمة وخطر وبدأ أقول شغلي ما خلت عطفتها هي تمسك زمام الأمور وكم من المرات كنساء منخلي عطفتنا تشتغل في مرات لازم يكون قرارنا حازم نحط العطفة على جنب ونشتغل بقرار حازم وهذا اللي عملته يوكابد وعلى فكرة هي رضعت موسى وكانت تقبض المصاري المعاش صحيح بفلوس زكية كانت يهدية زكية جدا مع كل احترام طبعا للكل بس أنه فعلا فيه دور ريادة للنساء مثلا مثل دبورة قادت في معارك في حرب وانتصرت حقيقة قالت له لقائد الجيش قالت له تظهر معي بتمشي معه قالت له إذا لمشيت قدامي وهذا تحدي إذا لمشيت قدامي أنا ما بروح على الحرب فهذا تحدي كان كثير كبير وأبي جيل اللي أنقذت داود من كارثة من مجزرة من دم يعني وأنقذت حياته يعني لأنه كان مسيح الرم كانت حكيمة صح كانت حكيمة جدا أبي جيل اللي اللي عملته كان رائع بحياته رح ناخد فاصل وبعد الفاصل أنا رح أسألك على التحديات موسيقى